أمل أن ينضم إلينا بستوديو الغدى الدكتور سفيان أبو زيدة الوزير الفلسطيني الصابق مرحبا دكتور مساء الخير دكتور أبدأ معك من مغادرة وفدي حماس وإسرائيل بعد محادثات عقدت ليومين في القاهرة كيف قرأتم ما جاء في هذه الجولة من المباحثات والمفاوضات يعني أعتقد أن الطرفين كانوا قراب جدا للتوصل إلى اتفاق ليس لدي تفاصيل ولا أدعي أننا لدي تفاصيل كثيرة ولكنني أعرف الجوهر الجوهر الأساسي الذي عاق التوصل إلى صفقة خلال الخمس شهور الماضية والذي في تقديري هو الذي يعيق التوصل إلى صفقة هي كلمتين الصيغة النهائية حول بعد انتهاء كل العملية التبادل وهو الهدن تكون هناك كما تطالب حماس هدنة مستدامة هدنة مستدامة يعني أن لا عودة للحرب مرة أخرى وأن هناك إعمار وأن هناك ضمانات أمريكية ومصرية وقطرية ودولية إلى آخر بأن لا تستمر إسرائيل في حربها إسرائيل اعترضت على هذه الفقرة أو هذا التفسير لها لأنهم أعتقد أنهم استفسروا ماذا يعني هدنة مستدامة هدنة مستدامة يعني أن لا عودة للحرب فكانت هناك صيغة أخفت قليلا هدنة قابلة للاستمرار بمعنى يعني أعتقد أن هذه الصيغة كانت يعني إسرائيلية ممكن أن تقبل فيها هدنة قابلة للاستمرار ولكن تفسير هذه الفقرة هدنة قابلة للاستمرار أن إسرائيل يعني تستطيع أن تستأنف عدوانها لأنه الهدنة يعني لم تكن قابلة للاستمرار لم تستطع لم تصمد وبالتالي كل الجدل طوال الفترة الذي كان سببا أن في إسرائيل غير مستعدين حتى الآن أن يوافقوا على صفقة تلزمهم في نهاية كل المراحل أن تتوقف الحرب تنسحب القوات الإسرائيلية بالمقابل حماس والفصال الفلسطينية موقفهم واضح أن لا عملية تبادل كاملة بمعنى التنفيذ كل المراحل دون أن يكون هناك اتفاقا واضحا أنه في نهاية هذه المراحل لن يكون هناك استينافا للحرب بمعنى انتهاء العدوان على غزة أعتقد هذا الأمر حتى الآن لم يحصل هذه كل الباقي من وجهة نظرها تفاصيل يعني نفى من كلام حضرتك أن هناك بعض العقبات التي لا يمكن تدليلها يعني بالتزامن مع ما ذكرته هيئة البثة الإسرائيلية والتي كانت قد قالت بأن الفجوات غير قابلة للجسر ومجلس الحرب سوف يقرر الليلة الخطوات القادمة أعتقد أن الوسطة الإخوة المصريين والإخوة القطريين ورئيس السيايية الذي له أسبوع هنا رئيس السيايية التي المسؤول عن كل العالم الأمن في كل العالم مهمته كرئيس السيايية هو الأسبوع موجود في المنطقة بين الدوحة وبين القاهرة وبين تل أبيب لمحاولة تذليل كل هذه العقبات ومع ذلك يعني أعتقد أنه غادر إلى واشنطن دون أن يكون هناك يعني اتفاق هذا لا يعني أن المفاوضات انهارت هذا يعني أن الجهود ما زالت مستمرة حاول الإخوة المصريين يعني بدلوا كل ما لديهم من جهد بأن تكون هناك صفقة الإخوة القطريين كذلك كانوا يعني معسكرين في القاهرة ولكن على ما يبدو أن الجانب الإسرائيلي مصر على أن يأخذ الأسرة وبعد الهدن هو غير ملزم بأي شيء بمعنى يستأنف الحرب وهذا حتى الآن هو غير مقبول على الأطراف الفلسطينية عظيم جدا بالانتقال العملية رفح يقال أنها محدودة إسرائيليا يعني هكذا أبلغ الجانب الإسرائيلي البيت الأبيض ولكن على الأرض ما يبدو أن هناك عكس ما أعلن إسرائيليا يعني هناك توغل تقريبا على الأطراف الشرقية لمدينة رفح بالإضافة إلى معبر رفح والسيطر عليه وقصف مدفعي وبالطائرات أيضا بشكل مكثف خاصة في الساعات القليلة الماضية يعني هو ليس في الساعات منذ ثلاثة أيام الاحتراف منذ ثلاثة أيام القصف متواصل في أماكن متعددة في رفح وليس في رفح أيضا في مناطق أخرى ولكن التقدم البري هو انحصر في شرق رفح ومعبر رفح هذا هو التقدم لم يكن هناك في اعتقادي محاولات إسرائيلية حتى الآن لاشتياح كامل لمحافظة رفح السبب الرئيسي هو واضح السبب الرئيسي هو موقف الإدارة الأمريكية وسمعنا جون كيربي وسمعنا الرئيس بايدن بشكل واضح هم ضد هم مع أن تستمر الحرب ضد حماس ضد الجناح العسكري لحماس هذا ما قاله جون كيربي بالمناسبة ولكنهم ضد اشتياح رفح وضد تعريض حياة المدنيين للخطر هل يصل الأمر إلى تعليق المساعدات العسكرية؟ وعلقات في دفعات القذائف الذكية التي تزن 2000 طون و1000 طون و250 كيلو التي تستخدمها إسرائيل سواء كان في تدمير المنشآت الفلسطينية أو في عملية الاختراق إذا كانوا هناك يعتقدون أن هناك أنفاق تحت هنا أو هناك وهذه بالنسبة للإسرائيليين هي حيوية جدا في حربهم العدوانية ضد ابناء شعبنا تم تعليقها ولكن ما قاله بايدن وما قاله وزير الدفاع إذا لم تستمع إسرائيل إلى ما نقول لا يعني نحن سنفحص من جديد كل سياسة تزويد إسرائيل بالأسرائيل الخوف الإسرائيلي صلاح أن يمتد هذا الموقف هذا الحظر التي بدأته الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر صديق لها وهو بايدن وإدارته أن يمتد إلى دول أخرى كثيرة مثل بريطانيا ومثل فرنسا ومثل ألمانيا الدول التي تتعاون عسكريا وتزود إسرائيل ببعض التكنولوجيا العسكرية هناك خشية كبيرة أن هذا الأمر يمتد إلى أكثر من مكان خارج نطاق الموضوع الولايات المتحدة الأزمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي ليست شكلية يعني أنا ضد تسخيف الأمر المسألة هي ربما يكون لها علاقة بالانتخابات الأمريكية هذا بلا شك ولكن عندما يقول وزير إسرائيلي بن كفير يعني يقول أن حماس تحب بايدن يكتب على إكس على منصة إكس أن حماس تحب بايدن هذا الأمر يعني تجاوز المدى بالنسبة للأمريكان وأن نتنياهو يقف يقول إذا تطلب الأمر بأننا سنقاتل بأضافرنا ونحن لنا أكثر من أضافر شاهدتم رد نتنياهو وكذلك قال أنت نقول للأصدقاء ونقول للعداء بأننا لن نوقف هذه الحرب حتى لو بقينا لوحدنا هل هذا تحدي للولايات المتحدة الأمريكية يعني شاهدتم رد نتنياهو على ما قاله بايدن هم يعني لا شك يعني هم أنا أعتقد أن التصريحات العنترية هي لا تعكس الواقع الحكومة الإسرائيلية بوزراءها قلقون جدا من هذا الأمر وبالذات الجيش يعني ربما الجيش هو أكثر قلقا من هذه الخطوات لأن الجيش بدون هذه المساعدات الأمريكية وبدون هذه القدافة وبدون هذه الأسلحة سيكون أداءه مختلفة هناك خبر عاجل وردنا للتو من الخارجية الأمريكية التي تحدثت وقالت بأننا نواصل الحوار مع إسرائيل بشأن خيارات أخرى في رفح بدلا من عملية عسكرية كبيرة ما هي الخيارات برأيكم المطروحة؟ يعني هو الإدارة الأمريكية واضحة جدا هي تحدثت أكثر من مرة هذه ليست سرا الإدارة الأمريكية ليس فقط في رفح الإدارة الأمريكية منذ أشهر تقول الإسرائيليين يجب أن تنتهوا من الدخول البري وتعريض حياة المدنيين للخطر وتنتقلوا إلى العمليات الجراحية استهداف محدد لديهم معلومات محددة عن أماكن محددة فقط دون الحاجة إلى أن يكون هناك اجتياحة برية لا في رفح ولا في غير رفح طيب الاستلاء دكتور سفيان على معبر رفح بالتزامن مع إغلاق معبر كرم أبو سالم يشكل خطرا كبيرا طبعا على السكان في قطاع غزة والنازحين لما له من تدعيات وقف الإمدادات والمساعدات الإنسانية ووصولها إلى قطاع غزة وبالتأكيد هذا يتنافى مع مطالب المجتمع الدولي المتكررة بضرورة إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع يعني أعتقد أن إسرائيل تورطت في موضوع رفح من ناحية لم أتخيل أنا شخصيا أن ينتهي الحرب ينتهي العدوان الإسرائيلي دون أن تحتل إسرائيل معبر رفح ودون أن تقوم بنشاطات في محور صلاح الدين هذا أنا كنت متأكد منه ولكن هذا أيضا هو ورطة كما تورطت في احتلال الضفة الغربية وغزة في عام 67 ولا اليوم مرتان ومش عارف تخلص منها أيضا في معبر رفح الآن إسرائيل لا تستطيع في اعتقادي لا تستطيع أن تنسحب وكأنها تقول لمن كان يعمل في المعبر بين قوسين وحماس اتفضلوا احنا خلص احنا مش قادرين أنه نظن موجودين هنا طالعين تعالوا اتفضلوا هذا الأمر لن يحدث وفي نفس الوقت إسرائيل لا تستطيع الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يستمر في إغلاق معبر رفح هذا أمر حتمي لا يمكن أن يستمر في إغلاق معبر رفح معبر رفح يجب أن يفتح سيفتح معبر رفح سيفتح للجرحة سيفتح للمساعدات الإنسانية ولكنه لن يبقى مغلق هذه مشكلة إسرائيلية خلقتها في احتلال معبر رفح هي عليها أن تجد لا حلول واعتقد أنهم يعملون ليلة نهار من أجل أن يجدوا حلول وفقا للمعطيات ورؤيتكم دكتور سفيان ما الذي يعرق الإنسحاب إسرائيل من معبر رفح البريد؟ الجهة التي ستستلم إدارة المعبر هذا هو الذي يؤثر هناك أفكار كثيرة يحاولون صياغتها على سبيل المثال السلطة الفلسطينية تستلم المعبر قوة دولية تستلم المعبر شركة خاصة أفكار أعتقد أنه لا أعرف مدى جديتها وإن كانت تصريحات في الهواء دون دراسة أم أن هناك بالفعل جهد يبذل من أجل إشغال هذا الفرار أيضا من الأخبار العجلة التي وردتنا للتو الخارجية الأمريكية تقول بأننا نواصل العمل في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق وقف إطلاق النار ربما هذا يدل على أننا اقتربنا إن شاء الله أنا ليس لدي شعور أن المفاوضات انهارت أنا أعرف أن المفاوضات صادق وأن أعرف أن الأمور ليست سهلة وأنا لم أستسل أن هناك اتفاقا وأن هناك موافقة وغيره هناك يعني عقبات حقيقية يعني حتى الآن لم يتم تذليلها ولكن يعني التفاعل الذي تبديه الإدارة الأمريكية في كل مرة يعني هو أحيانا يكون في غير محل لا لمسات أخيرة ولا إن شاء الله تكون لمسات الأخيرة أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور سوفيانا مزايدا الوزير الفلسطينية الصادق شكرا شكرا